مرحبا وأهلا فيكم. اليوم بحلقة تعليقات كان من المفروض نعمل بث مباشر ولكن حقيقة أحيانا عبتجيني يعني نوبة سعال الحساسية من أثار الرشح فلحتى ما أزعجكم نقطع البث أكثر من مرة هيك في مونتاج بيكون وضع أفضل. عدة مواضيع ولكن في يعني خلينا أقول إذا بدنا نحددهم بموضوعين رئيسيين الأول موضوع مرة تانية خلينا أقول الفرضية اللي ماشي فيها يعني تكون مرجعية لكل التحليل عب يصير بالقناة خلال الشهرين الماضيين يلي بتقول أنه في عملية تغيير شكل نظام الحكم في سوريا. مو تغيير النظام بشكل نظام الحكم. هلأ النظام موجود حتى يعني المراسيم اللي عبتطلع القرارات اللي عبتطلع ممكن ما تتنفذ اليوم يعني وقت نقول مثلا كنا نحكي على اتحاد الطلبة أنه هذا القرار عمليا ألغى علاقة اتحاد الطلبة بحزب البعث العربي الاشتراكي. ما بالضرورة بالفعل يتم تنفيذ هذا القرار على الأرض الواقع ولكن هو يؤسس إلى مرحلة لاحقة في المستقبل في ترتيبة معينة يتم التأسيس لها بحيث لا تبقى جميع السلطات في يد رئيس الدولة. يعني هذا هو اللي عبصير اليوم تحديدا في المقابل هالتشريعات بتتيح لأطراف وربما تكون صديقة تاخد مواقع متقدمة وتمشي مصالح بدون ما ترجع للرئيس الأسد. هلأ حتى ما طول عليكم من خلال التعليقات رح نوضح هالمفهوم بشكل أكبر والإجابة على بعض الأسئلة ومناقشة بعض التعليقات. رح بلش بأنه ما فهمت شو دخل اتحاد طلبة سوريا بنزع مخالب وأنياب الأسد. ضمن الفكرة يلي حكيتها هلأ عادة بيسأل هذا السؤال في أحد أمرين يعني يا هو فعلا ما بيعرف يا بده يخفف من أهمية التغييرات اللي عبتصير. اتحاد وطني لطلبة سوريا هو الحقيقة من أخطر فروع الأمن الموجودة في سوريا لأن ماسك طاقات البلد يعني الشباب طلاب الجامعة عن طاقات البلد هو ماسك وفارض عليهم الرقابة واتحاد الطلبة الحية هو عبارة عن يعني فرع تجسس على الطلاب وسوقهم باتجاه معين يلي هو الولاء للقائد وهي هي وظيفته الأساسية. أكثر من هيك يمكن فيه كتير ناس ما بيعرفوا يعني اتحاد الطلبة كان محسوب لليوم بتوقع أنه هو تابع للفرقة الرابعة يلي هو ماهر الأسد. عشرين سنة ظل مديره أو رئيسه هو عمار ساعاتي صديق المقرب يعني أحد أذرع ماهر الأسد وكان ينفذ رؤاه وبيخدم تماما توجهاته ومصالحه. هذا الموضوع كمان رح نحكي عنه شوي اليوم في كتير خلط بالمصطلحات أحيانا بشكل متعمد. الآن السؤال أنه والله هذا المرسوم اطلع يعني خلاص رح يشيل نفوز الفرقة الرابعة لا ما رح يسيل مثل ما حكينا هو عبي أسس لمرحلة قادمة ولكن من المؤكد رح يدخل أطراف أخرى يعني كان الموضوع محصور بحزب البعث العربي الاشتراكي بسلطة النظام السوري اليوم هذا المرسوم ومرة تانية هون الأصدقاء اللي ممكن يدخلوا روسيا وإيران إيران بالدرجة الأولى يدخلوا بهال مساحة المهمة كتير في السيطرة على البلد ومستقبل البلد ويكون له النفوز بمعزل عن حزب البعث وأذرعه. عم نشوف أنه اليوم في محاولة لتحب الصلاحيات وتحجيم سلطة الأسد حتى بوجوده أكتر وأكتر. لذلك لازم كل تفصيل يعني وهذا هي القاعدة بتمنى تكون متفقين عليها. اليوم يمكن أنه ماني فاضي أو ما عندي الوقت ما أو ما عندي الكادر لحتى تدقق بكل خطوة بس بتوقع اليوم كل قرار كل مرسوم ما عبي تطلع بشكل اعتباطي. يعني طلع شيء عن الإسمان طلع. إذا بتبحثوا وراء الموضوع بتشوفوا أنه هو إحقاقا أو تنفيذا لمصالح إيران أو روسيا أو يعني فيه شيء مرتب ضمن عملية التغيير. اليوم المراسيم والقرارات اللي عبي تطلع بسوريا مو أنه والله نحن بلد عادي ورئيس قاعد يعني عبي يصدر مراسيم ومجل الشعب عبي يصدر شيء ليحقق مصالح الشعب. كيف منعرف يعني صلنا نحن من الانتصار العسكري بال2015 يعني أنه لليوم من عكسة للمراسيم ولا القرارات بالخير على الناس. لأن المفروض مجل الشعب الرئيس يشتغل لا حتى يحسن الأمور في البلد. على الأقل يحافظ على مستوى معين يعني حصار وحصار بالنهاية هي مسؤولية السلطة. يعني حتى نحن كيف منطلع من الحصار أنا بدي طالع سوريا من الحصار أنا ما بيطلع به دي. بيده السلطة هو يلي بيطالع البلد من الحصار أو بيكون في عنده آليات باعتبار عنده أصدقاء وازنين وأقطاب أصبحوا بالعالم روسيا والصين وإيران. هالقوى يلي اليوم عم تتحر الولايات المتحدة الأمريكية معقول ما ملاقيه أو ما حسنانه تأمن خبز لهالناس لحتى يأكلوا في سوريا. فالنظام مسؤول والمحور المنتمي له مسؤول والأصدقاء مسؤولين إنه إذا كان والله الدول الغربية أو دولة يعني تافها مثل الولايات المتحدة الأمريكية يلي كل يوم تتعرض لمية هزيمة وهزيمة في مقابل مئات الانتصارات لنا نحن الشعوب خلي يعني يحسنوا على الأقل يأمنوا للعالم مي وكهربة وخبز ما بدنا أكتر من هيك. يعني نحن اليوم نكتفي بهالأدر لحتى نصمت أد ما بده النظام لحتى يعني حقق نصر الكامل على سوريا. فهذا لو هيك يعني شبتي أنا وضوع إنه شو دخل الاتحاد بيعني بأنياب الأسد هو نوع من يعني خلينا نقول إزاحة الأسد عن مواقع أساسية في السيطرة سواء في الواقع الحالي أو في المستقبل. وقت نقول نحن أنه فك اتحاد وطني لطلبة سوريا عن حزب البعث لأنه هو قرار مرسوم تأسيسه أساساً وعرضته بتجهيل خاص بناء على قرار من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم ما ظل هذا الموضوع موجود. بتكون أكتر من هيك بمفهوم المرسوم إذا الواحد فعلاً بده يطبقه ما ظل العمل الحزبي والسياسي حكراً على حزب البعث العربي بالجامعات. لماذا كان هو محتكر؟ لأن الاتحاد هو تبع الحزب. اليوم ما ظل الاتحاد تبع الحزب صار هو هيئة مستقلة. فالطلاب المفروض أنه يحسنوا يمارسوا العمل السياسي وينتملوا الأحزاب اللي بدون إياها حتى لو ما كانت من أحزاب الجبهة. يعني حتى الأحزاب اللي يعني طبعاً هي ما نفع عالي وما فينا نعتبرها أحزاب معارضة. ولكن أيضاً أو حتى يعني مارسوا أي نشاط سياسي بالدنيا ضمن إطار القانون. حتى القانون السوري والدستوري بيعطي حرية. يعني هو حتى في حريات سياسية موجودة. فهذا الموضوع كله هو حدث كبير بحد ذاته. لو كانوا متكتمين عليه لو كان. ولكن أول شيء لو هو ما له معنى ليش عبي يصدروا الأسد. يعني هلنا فيه التعليقات رح نقول أنه بيقول تجميني ما تجميني. اتنين لا وقت يقول بالبند الأخير منه إلغاء مراسيم ربط الاتحاد بالحزب. هذا مهم كتير. يعني جداً حدث مهم وكبير هذا. اتنين أنه بكف يد الاتحاد. وهذا الموضوع طبعاً بده توضيح بكرة ونشوف اللائحة التنفيذية. ولكن من حيث المفهوم. يعني كان فيه مرسوم يلي هو الـ 2010 رقم 87 بيفرض على الجامعات الخاصة تتعاون مع الاتحاد. ويكون الاتحاد بمجال سوما أعرف شو الأخيري. طيب إذا هي تجمينية ليش لغاء لهذا المرسوم؟ يعني ليش تم إلغاء لهذا المرسوم؟ بالمرسوم الجديد فيه يجوز. يعني ما فيه فرض يجوز. أخي أنا ما بدي يجوز. هلأ نرجع مرة تانية من حيث التطبيق. ممكن التطبيق ظل مثل ما هو. ممكن الوضع يبقى على ما هو عليه اليوم. عم نحكيه بكرة. ولكن رح تشوفوا حتى بوجود الأساد رح تشوفوا في قوى رح تتغلغل من الأصدقاء يعني عموما. وإذا يعني قدروا أطراف أخرى وفقها لتشريعات يتغلغلوا. ممن يعني ممكن اليوم عبي يوجدوا مساحات وفي علاقات نحكي على الدول العربية على سبيل المثال. يعني اليوم أي خط يفتح مع النظام من أي طرف رح يستخدم يعني ما فيه حدا بيعطي شيء بلاش. يعني نفترض اليوم رجعوا عطول محاولة أو نزل على الأسد يعني الرحمن وصبحت له إيران بأنه يرجع يمد بعض الخطوط مع الدول العربية. مع أنه طبعا هلأ العكسة بيصير. الدول العربية ومن وراءها بدأت تحاول توجد نفوز في المجتمع السوري. هذا صار عبر التاريخ هيك بيصير الأمور. يعني ما فيه حدا بيترك حدا لحالة أو فيه أمور بتصير لحالة خاصة وقت واحد يكون فيه موقع ضعيف. حتى فيه موقع قوي ولكن بيكون أدران يرد عنه هذا التدخل. يعني قديش اسمعنا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أنه التدخل بالانتخابات وروسيا عم تتدخل بالانتخابات. ليش عم تتدخل روسيا بالانتخابات كان قبل ما تفوض بيوم استنقع أوكرانيا؟ كل إنسان بيحاول يمد نفوزه بشكل أو بآخر. ما بالك سوريا يلي اليوم ما في بقى يعني فرع مخابرات يعني حتى الدول مانا دول عب تتدرب عنها صاري. فبدأت حاول تتمد وتستحصل على نفوز داخل هالمنطقة يلي يعاد تشكيلها بشكل أو بآخر لتضمن مصالحها في المستقبل. هلأ التعليق الثاني ما كتير رح يعني أفرد له وقت. أنه يعني شو ما عمل الرئيس أنه يعني أساس أنه هو فك الاتحاد عن الحزب بكيفه ولمصلحتنا نحن. قال له هو لو كان بدي يعمل هذا الشي كان يعني ما كان مطلوب منه هذا الشي كان يعني لو هو في حساب للشعب أو لكرامة الشعب أو لرأي الشعب أو يعني خلينا نقول لماء وجه الشعب. يعني أنا في ناس بيقولوا بداية الأحداث كذا لو حط بحساباته الشعب السوري. ما يحط بحسابه يعني الشعب السوري لما وجهه لا يحفظ كرامته يعني حتى يترك له مجال لحتى ما يقوم يطلع بثورة. كان أخذ كتير من القرارات. هلأ بيقول الوضع تغير؟ هاي؟ هذا اللي عم نحكي فيه. الوضع تغير مشان هيك هو نقرأ هذا الموضوع تحت الضغط. بالبداية ضغط الشعب السوري والتضحيات الكبيرة يلي قدمها. ما بيضل أي قرار اليوم عم بياخده بشار الأسد والله إنه هو ما بيعجبنا. نحن الحقيقة الشيء اللي بيعجبنا الوحيد من بشار الأسد اليوم إنه يقدم استقالته ويترك بقى هالبلد أو ما بقي بالبلد لحتى نحاول نرجع عن رمامه ونعمل لبلد مثل العالم. أيضا في هذا الاعتراض يلي يعني هو طويل للتعليق. ولكن بيقول أنه ليكون هاي إصلاحات تجميلية وكذا لحتى يرجع. هذا الموضوع شو اللي بيحدده في كتير من المتابعين يعني صاروا بيعرفوا رأيي بهالقصة أنه بشار الأسد ما في بقى تجميل ويعني ما في دولة لا سوريا ولا غيرها من الدول ما بعرف قديش إنه كام دولة 200-2008 دول. اليوم الدولة معناتها بدي يكون في قبول بالمجتمع الدولي يبدأ تكون هي بالمجتمع الدولي هي ورئيسة أو في دول بتعيش معزولة أو على الهامش. نحن مو إيران اليوم نحن أسوأ من إيران بكتير يعني حتى الرئيس الإيراني بيروح بيجي بيحضر بالأمم المتحدة يعني قديش إيران بنشوفها منبوزة نحن. الرئيس الأسد أو سوريا بوجود الرئيس الأسد يعني بالنسبة لإيران أو إيران بيكون هو مثال مضيء بالنسبة لنا. ولا يمكن قبول الرئيس الأسد اليوم كما يتم قبول رئيس إيران في المجتمع الدولي. وتنقول تجميلي معناتها في بعضه شيء معناتها بدي يرجعوا التعويمه. كمان هاي القاعدة أو هاي الشارة لازم نتفع عليها هو الوقت أين تبدي يزيحوا الأسد هذا موضوع تاني. ولكن من المؤكد يعني أنا بالعادة ما أبأكد شيء ولكن هذا مؤكد هذا صار حقيقة. يعني مثل دوران الأرض حول الشمس مثل أنه الأسد ما فيه له مستقبل سياسي في رئاسة سوريا. يخلصنا من النصة يعني اللي لسه معول على هذا الموضوع لازم يرجع يبحث. يعني ما أبقل يكون باحث هذا يقرى شوي بالتاريخ الأمثلة اللي صارت البشير غيره صدام حسين إلى آخره. يعني ويشوف مين منه رجع وصار وقت يتهم بجرائم ضد الإنسانية وملاحق وكبتاجون وإلى آخره. وبعدين بيرجع رئيس هيك وبيصافح بكرة بيروحه فرنسا وعلى أميركا وعلى ما بعرف شو. يعني ما حدا رح يتقبله. هني بقمة المناخ حلأ أوله. فلذلك هذا الموضوع جواب عليه بهذه الطريقة. يعني حتى نحن ما منعزل بحالنا منفكر أنه ليكون تجميلي ما فيه تجميلي. هذا اسمه تنازل من الأسد. مجبر أنه يقدم تنازلات لأصدقائه قبل أعداؤه إيرانيين. بدون عملي بدون تعوين الخمسين مليار دولار. أعطينا. ما بتعطينا نحلق لك منشوف نحن نحصل حقنا بإيدنا. فهذا نوع من التنازل اليوم يعني لا هو يعمل بالسابق لا هو ولا أبوه ولا هو يعني رح يعمل اليوم شي مشان الشعب السوري. هو عبي يعمل حتى يضل شوي بالسلطة كام شهر أكتر. وهيك عبي يبيع كرامته عبي يبيع صلاحياته عبي يبيع أرض سوريا عبي بيع شعب سوريا. يعني ما بعرف يتهنى بهالقعدي. يعني شو هالفائدة الكبيرة أنه زي ضل كام شهر بالسلطة. هلأ فيه تعليق كمان يعني ما بعرف أنا بدي أخذه بحس النية. أنه هن المراسيم بيجوا بناء على المرسوم كذا يلغى المرسوم كذا. أنت بتقول خلع وفصل وإلى آخرين. يعني معقول بالمرسوم يقول نخلع اتحاد وطني طلبة سوريا عن حزب البعث العربي اشتراكي. يعني ما رح يقول لك هيك. معقول يطلع المرسوم هو الرئيس نفسه يقول على سبيل المثال. المرسوم بيخلع عن نيابي. رح يقول هيك. نحن هذا عم نحكي نحن معنا للمرسوم. هو المرسوم تيطلع طبيعي. ولكن المرسوم هو فعلا فك. يعني هو لأن جاب كلمة فك فك. يعني هو المرسوم نظريا هو انفكاك أو فك أو نزع. يعني هاي كلمة معبرة أكتر. اتحاد الوطني لطلبة سوريا عن حزب البعث. وأكيد رح يكون فيه يعني خطوات كثيرة بهالاتجاه. فأيا هما الأصداق الموضوع بيضل لحضرتك. تعريق بعده كمان هذا معصب شوي سخيف يا أخي. بال2012 شالوا حزب القائد وبقي قائد الوقت الحالي لا تكون تافي وتصدقش. مزوط في 2012 يعني كمان بضغوط والتمن اللي دفعوا الشعب السوري. ولليهم ماشيين بالموضوع. هي وقفت القصة ورجع كبرة الخصة برأس الأسد وأنه بينتصر ما بينتصر. ولكن هو نوع من التنازل أيضا. يعني أي شيء اليوم يجير لصالح الشعب السوري. لصالح يكون عندنا دولة مثل عالم وسلطة تمثيلية. هو انتصار للشعب السوري على الأسد. وفق التضحيات الكبيرة اللي دفعها. عشر سنين، تتطعس سنة صلنا، عشرين سنة، من دل خمسين سنة. ولكن هذا الطريق ماشيين فيه. وهذا طريق ماشي بسحب الصلاحيات من الأسد. عزله من السلطة وما نعرف شو يكون مصيره. مرحلة جديدة ممكن يكون لنا دور بأنه نبني ما نشتهي في سوريا. فأكيد، ولا حكيت قبل شوي، أن المراسيم سيكون تطبيئة آني، ولكن هي بالنهاية ضمن هذا السياق. أول شيء نفصل الدولة على هذا لو كان نظريا. ولكن صار فيه مسارب للقوى الفاعلة، هذا الموضوع الطويل، لحتى هي تسحب الصلاحيات وهذا اللعب يصير اليوم. فهذا جواب على هالسؤال أو هالتعليق. ألا فيه تعليق أيضا بيقول خوف هذا مو تقليم، هذا بداية تغلغوا الإيران. هذا اللعب نحكي فيه، يعني هو تقليم لصالح إيران، مو لا صالحنا اليوم. يعني هو تنقول فيه تغيير بشكل الحكم، ترتيب للمرحلة القادمة لسه ما حسبوا حسابنا الشباب. نحن الشعب السوري، أنه يعني 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 يتقاسموا بين بعضهم، يعني وقد يسحبوا من صلاحيات الرئيس. يعني في سوريا، وقد أنت بتحكي عن حكم، الحكم يعني تحكم بكل شيء، بكل الموارد. الثروات والموارد البشرية وإستقبل البلاد والآخرية كان بييد هذا الرجل الواحد يليه بشار الأسد. أصلا ما أرى شلون نحن ضلينا عايشين لهلا. لأنه منيح يعني يطلع معه ومعرف أدى عشرين سنة، لسه فيه منه على قيد الحياة. المهم وهذا موضوعنا، الموضوع أنه اليوم فيه لنسحب من هذه الصلاحيات لصالح إيران وروسيا وإلى آخرين السماء جادورنا نحن. يلي دائما عم نقوله يعني وقد بيسحبوا هالصلاحيات أنه بيتوزعوا بيخلصونا من هالحقبة، سأكررها كثير لحتى ما أنفهم غلط يعني ولحتى ما تكون الرؤية مبالغة في التفاؤل فيها أنه بيكون عندنا فرصة لحتى نسحب من إيران ومن روسيا ومن أمريكا ومن ما أعرف مين بعض الأمور لتكون نواة لنبني عليها دولة بعد عشرين ثلاثين سنة. يعني هذا يلي دائما بقوله. هلأ مجموعة للتعليقات خلصنا من موضوع يعني الحزب والاتحاد الوطني وتغيير شكل الحكم. هلأ فيه تجيل يلي حكينا فيه على دليل يعني ارتباط الأسد بإسرائيل. طبعا أنا انتهست الفرصة هو كمان دليل ضعف ودليل خنوع الحياة. أنه الخارجية السورية الرئيس الأسد طبعا فيه ناس دافعوا الخارجية. طيب أنا بدي ألكون الرئيس ليش ما طلع ولا مرة أدان إسرائيل. ما يدين العملية يدين قتل المدنيين يعني صار فيه أكتر من حادث خلال هالحرب الدائرة. كان فيه ضحايا باليوم الواحد بالمئات يطلع يقول أدين مثل ما قال السيسي على سبيل المثال. يعني السيسي موقع اتفاقية سلام مع إسرائيل ومع ذلك طلع أدان. نحن من تمساكة يعني الزلمة. المهم أول تعليق بيقول طيب هي كمان هيك شو ما نسميها يعني تقنية عند النظام. أنه طبعا هي نوع من الولداني. أنت بتيجي بتقول الواحد أنت ليش عبتكذب يقول لك إيه بس أنت كذبت بهذاك اليوم يعني ما بيجاوبك على السؤال. أنه طيب النظام ما عبيدين إسرائيل شو أنت رأيك باللعبيدين حماس؟ يصطفل. العبيدين حماس يعني شو دخلني؟ أنا بعرف أنه كانت لازم الدولة السورية يكون فيه بيانات إدانة واضحة. يعني لأن هذا الموضوع بالدول له ترتيب إدانة والشجب أو أنه أنت تطالع بيان استنكار أو أنت يعني تطالع بقى موضوع فقرة وموضوع عربي ما تسجل فيها موقف معين هذا كله له دلالات. أنا مثلا بدي أدعم قضية ممكن من طبطبة أنا أحس أن هذون طبطبة يعني نوع من الشعر لا الإدانة لا حتى التحزير لا حتى التدخل أحيانا أنه تدخل عسكريا أنه وزير الخارجية على منصة X طلع وقال كذا كذا إسرائيل كذا التاريخ لما بعرف شو. وهذا ما نموقف دولي. هذا يعني أنت كلام في الهواء أنت ما ساهمت بأي طريقة لوقف المزرة يلي يعني يتعرض له أهل غزة. أيضا في أكثر من تعليق حول أنه يعني ممكن هو ما أدان لأنه ما نوع على يعني وفاق مع حماس أو هو بعداء مع حماس. ألا بتوقع أن بهالظروف لازم إذا كان هو من محور المقاومة إذا معلمينه بإيران هن يدعمه حماس وإذا حزب الله حاوي قيادات حماس عنده فهو كان لازم يعني يتجاوز هذا الموضوع أولا واثنين نحن ما عم نقولي أيد حماس. ما حدا طالب من الرئيس الأسد يطلع يأيد عمليات حماس. هو يدين قتل المدنيين في غزة. نحن ما قلنا يعني هو يطلع يقول أخي حماس تطلع برا حماس توقف عملياته هو حر. يلي عم قوله ومرة تانية راجعوا كل البيانات السورية ما في إيدانة للعملية الإسرائيلية حتى في استهداف المدنيين وتهديم المنازل فوق رؤوس أصحابه والمشافي كل الحوادث اللي مرئت. ما في أي إيدانة تمثل الدولة السورية يلي على رأس النظام السوري لأي فعل من هذه الأفعال يلي ما شايف هذا الموضوع غريب ما فيني إشرع أكثر من هيك. هل في تعليق هذا يعني بياخدك لغير مساحة لغير ملعب أنه أنت بتقول النظام الدولة السورية ما أدانة العمليات ضد المدنيين في غزة. يجي واحد يقول لك طيب مين عب يبعث إسلاح لحماس؟ الله لا يعطي العافية إذا كان هو عب يبعث. أنا بتوقع هو يعني اليوم عب يلعب دور الطرطور يعني إيران بتقول له بعث بيبعث. وحتى اليوم يعني وهذا الموضوع أشرت له أكثر مرة ما عد أخدوا رأيه. يعني خط طهران من البو كمال إلى حزب الله نظام السوري ما له أي علاقة فيه. يعني ما له أي علاقة فيه. بيدخلوا قادة إيرانيين بيدخلوا ميديشيات بيطلعوا ميديشيات بيهربوا أسلحة. هذا الموضوع هو غير معني فيه وما حدا بيسأله. لذلك مهو اللي عب يبعث أسلحة لحماس يعني من آخره. في أحد المعلقين انحمأ كيف عم نقول على الأسد عميل. عم يقول أنه هذا العميل بحسب يعني قولي حكم فترة من 2000 إلى 2011 عده عند كون. ثاني أقوى اقتصاد بالوطن العربي بعد السعودية. ميتين وسبعين ألف أصل وراثي زراعي مما يشكل أمن الغذائي للوطن العربي. الشعب يركب سيارات موديل سنتا. يعني 2011 كان هو على حسب قوله. تسعين بالمئة من الشعب السوري راكب سيارات موديل سنتا. حلب عاصمة الصناعة بالوطن العربي. تعليمك أنت وكل عيلتك على حساب الدولة. رعايتك الصحية على حساب الدولة. ضرائب ما في ضرائب. كهرباء بلاش. يا لطيفين وين كان لك عم بمويد الدولة. طبعا هذا المفهوم يعني كمان يعني بتمنى يكون هذا شخص يعني هيك مبعوط ليكتب من طرف النظام. أو أما إذا في حدا لسه بسوريا مقتنع بهذا الكلام تكون مصيبة لحي. طبعا يعني الشطر الأول من هذا التعليق فيه مبالغة كبيرة. يعني سوريا ما كان التاني اقتصاد بالوطن العربي بعض السعودية. ولا يعني كل الشعب السوري كان راكب سيارات موديل سنتا. 90% من الشعب السوري. يعني السيارة على عهد عائل الأسد كان دائما حلم. وهذا له أسباب متعددة. باقي الأمور كنا مثلك يعني إذا كان هو جدي في هذا التعليق. كنا مثلك هيك متوقعين. ولكن اكتشفنا في يعني أعتى الدول رأسمالية التعليم بلاش والرعاية الصحية بلاش. يعني فيه نظام بالنهاية الناس عايشين وبيتطببوا وبيتعالجوا وبيتعلموا. أحسن منا بكتير. وسجل عندك ما حدا بضربهم من نية. لأن هذه مو مزرعة يعني اللي خلى في الرئيس أو النظام. هذا حقنا نحن نتعلم. يعني محلاني أنا في بلد وما عندي فرصة لحتى أتعلم. الموضوع أنه والله الضرائب كانت بلاش أو ما فيه ضرائب. هذا لأن فيه سرء أو لهض. لازم يكون فيه ضرائب اللي عنده دخل بيأخذوا منه ضرائب. بوضعوه على يعني الشرائح الفقيرة بيعملوا الخدمات العامة البلدية والتعليمية والصحية وغيرها. وهيكي كل الناس يعني عايشين كل البلدان ما فيه شي عجيب يعني. هاي العجبة بقى يعني بعزوري اللي مانوا متطلع. ولكن اليوم فعل اللي صار ملايين السوريين طلعوا لبرة وعرفوا أنه هي كذبة. يعني هذا الموضوع موجود وينما كان. وهو حق للناس. والناس هي اللي بتعمل التعليم مجاني. الثروات المقدرات مو يعني هي لصاحب المزرعة. يعني اللي حاب يعيش بمزرعة هو حر يعني هذا موضوع آخر. ولكن نحن كالشعب اليوم بهالزمن هاد بزمن الدولة. كل ما فيه دولة في البلد هي ملك إلنا. توزع أو كذا هذا بقى له ترتيبة محينة. ما فيه حدا يمنن على حدا. وقت نحن بيكون عنا تعليم مجاني بيكون هذا إنجاز الشعب أنه هو يعمل تعليم مجاني. إذا فيه صحة مجانية هي الصحة مو الرئيس. فهذا الموضوع آخر. اثنين بسوريا بدنا نفصل يعني بين الأمور. وهذا رح يعني يروح للتعليق يلي بعده مباشرة. يلي انحمق أنه ليش عمقول سوريا ما سجلت موقف أو إدانة. أنه ما معروف تاريخ سوريا. ما معروف أنه موقف سوريا وهالأتل والقصف والحروب. أخي نحن عم نقول أنه النظام يلي عرأس السلطة نظام اليوم جبان أذعا وموقفه مخجل لحتى يضل بالحكم. كام شهر زيادة بهالوضع الزليل يعني الحقيقة ما في إنسان في عاقل بيقبله. اقتمر بأوامر على ما يبدو أجد إلو مباشرة أو عمر وسيط. بحيث لا يستطيع إدانة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. أنا عندي دليل يلي عنده دليل مضاضي طالعه. أنا صحفي وهي شغلتي. صلي شهرين 3 شهور ناطر الغارجية السورية أو الرئيس الأسد. يعني الصامد القامي الكبرى أبن القائد الخارد بشار الأسد يطلع يقول أنا أديني العملية. إن شاء الله يستفزه ويطلعنا حتى يعني تيجي آخرته. فهذا الموضوع بهذه الطريقة ما نخلط الأمور ببعضها. نحن ما نحكي على سوريا نحن نعرف السوريين شو موقفنا والقضية قضيتنا. وأنا من الناس اللي أؤمن أن كل هالمنطقة هي بلد واحد وشعب واحد يعني هي إيماني أنا. فهذا نوع من خلط الأوراق. وهتنقول أنه النظام عميل ويعني الشعب السوري عميل. لا النظام عميل بمعنى ما يجب أن يكون في اتفاق مباشر. أنه يفضل مصالحه. يفضل أمور مؤقتة حتى يتخص وضعه على مصير شعب ومستقبل شعب بأكمله. فإذا العمالة ما كانت هيك شو بدأ تكون العمالة لها؟ هلأ كمانة التعليق وفيه تعليق تاني كمان في ذات السياق قال له أنت ماشي الحال أنت ليش ما بتنتقد حكومة الإنقاذ؟ منتقدها ولا منتقدها؟ وهي أسوأ من يعني نظام بشار الأسد. من قال أنه أنا مع حكومة الإنقاذ؟ يعني وهذا الموضوع عبرت عنه أكثر مرة. إذا هذا بشار الأسد معرف عنه يعني هيك شي وعن عيلته شي مئة سنة. الجولاني من معرف يعني أصله ما نفصله. وهم بالمناسبة يعني وقت انتقدت الجولاني بأحد تجهيلاته أجانب كثير يعني بس هيك على الهامش. أنه أصلا الجولاني معه شهادة جامعية. إذا بشار الأسد معه شهادة جامعية مرحبا شو يعني شو هالإنجاز يعني؟ فهذا الموضوع يعني بالنسبة لي ما ممكن حدا يوجه للنقد. مو معناته أنه أنا ما عندي أخطاء. لا عندي أخطاء وممكن أخطئ بكثير من الأمور بتقبل النقد. ولكن بالنسبة لي أنا قادر انتقد كل الأطراف يعني ما أنا محسوب على أي طراف. والتجهيلات يعني في عندي صار اليوم ريكورد تقريبا شي 1500 تجهيل شاهدة يعني من وضعهم. صحيح يمركز أكثر على نظام الأسد لأنه مشوف أنه المشكلة بأنه هو يروح بقى. وباقي الأمور رح تنحل تلقائينا ويكون عندنا فرصة نتعامل معها. ولكن أنا الحقيقة صحفي محترف حيادي بشتغل لكل السوريين بكل المناطق. يعني حتى أنا أمم بشتغل للمعارضة بشتغل حتى للمؤيدين كلهم سوريين وكلهم ضحايا برأي. كمان في تعليق باللغة الإنجليزية أنه بيسأل ماذا بعد يعني ومن سيأتي بعد. كمان هذا الموضوع وضحته أكثر مرة خاصة بالتجهيل اللي عملته آخر السنة. يعني ما واضحة الصورة ولكن لازم نحن نجهز أنفسنا. ويكون يعني جاهزين قدر الإمكان لنتعامل مع ما هو قادم ومن هو قادم. ولكن بشكل عام وهذا الموضوع كمان يعني هيك تصوري أنا زى رأيي الشخصي. سلطات أمر واقع حكم ذاتي يعني متفرق في سوريا. وهذا واقع صار يعني نحن هنا في ناس تستهجن في ناس بدها في ناس ما بدها. هاي المواقف كلها صحي نعبر عنها. ولكن واقعيا هيك بدأيكون كيف نجاوز هذا الموضوع في كل المناطق. مهما كانت مرجعياتنا نحن السوريين في كل المناطق وفي كل الدول. أنه فينا نتعامل بواقعية ونحاول نظل موجودين حتى يلي بالسلطة يظلوا موجودين يعني بالسلطة. سلطات أمر الواقع. ولكن يعني يتقوا ربما في سوريا بمعنى أنه ما يكون معه معه عليه عليه بالنسبة للمشغلين أو بالنسبة للناس يلي متحكمين فيهم. خلينا نقول بشكل أدق. يحاولوا بشكل أو بآخر يجدوا ثغرات لحتى نرجع نقرب هالأزاء ويعني تكون ترجع بلد واحد بأي صيغة كانت ما في مشكلة. مهم أنه تقوم دولة لمصلحة الناس. يعني كل بالنسبة لي كل ما يجب فعله يجب أن يكون في مصلحة الناس. ولا عيش الكريم إلهم ولا رفاهيتهم. هذا كل شيء لليوم. أتمنى أنه الأسبوع القادم يكون لقاء بشكل مباشر. آسف مرة تانية أنه اليوم ما كنت على المباشر مثل ما وعدكم. وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. قصتنا التالية يلي صارت مثل هاليوم 8 كانون التاني. عنوان الرئيس الأمريكي الذي قتلته المثالية. على الأقل هالتهمة تعموا فيها أقرانه من الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يلي توفي مثل هذا اليوم عام 1918. ويلسون صاحب المبادئ الشهيرة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر